بناتي وأبنائي طلبت وطلبات الصف الثالث الأعدادي أتمنى أنتم تكونوا حضرتوا نصف ساعة اللي فاتت مع الصف الثاني للتذكرة بس عشان عادة الرياضة زي ما اتفقنا أنها كم بنائي كده فوق بعض وجميل قوي أننا أتذكر ما سبق دراسته عشان أكمل عليه أبنائي إحنا قبل كده كانوا تكلموا في درس اسمه النسبة والتناسب وإحنا قلنا ما هي النسبة فقلنا النسبة هي مقارنة بين عددين حقيقيين أو المقارنة بين كميتين من نفس النوع يبقى عشان نعرف مفهوم النسبة وننتقل إلى التناسب النسبة هي زي ما اتفقنا النسبة إما أننا هعرفها هي مقارنة بين عددين حقيقيين طبعا عددين حقيقيين بيعبروا عن موضوع معين أو أقول عليه مقارنة بين كميتين بس من نفس النوع مهم جدا حكاية من نفس النوع دي ليه أنا لما بقارن أفدنة أقارنها بقراط مثلا ما ينفعش أو يعني واحد معاه خمس فددين وقراط أنا لازم أحول القراط إلى فدان أو الفدان إلى قراط عشان أعمل نسبة لنفس النوع من نفس النوع ما ينفعش أننا هقارن فلوس نقد وأقارنها ببضاعة لا أنا لازم أحول تمن البضاعة وبعدين أقارن بين نقود وبين نقود يبقى هي من نفس النوع المقارنة أن تكون من نفس النوع ولنا مثلا في هذا المثال لما بيطرق في تركة ما فيقول مثلا سبحانه للذكر مثل حظ الأنسيين على ذلك أن النسبة اتنين إلى واحد وهنا يعني أن الله سبحانه تعالى يجعل الأنسة مقياسا لحق الذكر فتأخذ الأنسة ثم الأنسة الأخرى وبعدين يجي الذكر يأخذ على هذه النسبة كأنه نفس النوع اللي أنا شغال فيه فيجي يقول إيه أن للذكر مثل حظ الأنسيين وعلى ذلك لما جأقول تبقى النسبة للذكر أو الأنسة فأنا لو كتبت كلمة الذكر الأول وهنا أنسة تبقى النسبة واحد إلى اتنين لو أنا تكلمت أنسة إلى ذكر اتنين إلى واحد لو أنا تكلمت ذكر إلى أنسة فبالتالي كل الحاجات اللي هتورث واللي هيخدوها هتقسم على هذه النسبة فإذا كان سايب مثلا تسع أفدنا نوزعهم إزاي التسعة دول هي هنا كم جزء؟ ثلاث أجزاء صح كده؟ ثلاث أجزاء يعني أنا جمعتهم هنا ثلاث أجزاء الثلاث أجزاء دول هما تسع أفدنا يا سلام شفتوا كده؟ تسع أفدنا طيب النسبة هنا كم إلى كم؟ النسبة هنا اتنين إلى واحد يبقى أنا هقدر أجيب نسبة الأنسة ونسبة الذكر يبقى الجزء الواحد هيساوي تلاتة يبقى دي لو خدت تلاتة ده هياخد كم؟ هياخد ستة يبقى اتنين في تلاتة بستة على واحد اتنين في تلاتة بستة على واحد فيها الستة يبقى ده هياخد النسبة يبقى النسبة هنا ستة إلى تلاتة لأن المجموع تسع أفدنا ولحظوا أن هنا نوع واحد كانت هذا تعريف بسيط وسريع لمفهوم كلمة النسبة هناك الجديد أن نتحدث عن التناسب والتناسب هو تساوي بالنسبتين يعني أنا هفكرك بمفهوم كده في الأعداد الحقيقة كلمة تساوي بالنسبتين يعني أنا دلوقتي هاخد التناسب وهقول على التناسب أغير لكم الألم عشان بيتخنقوا معي لما أكتب لكم بخط مش باين فأقول إيه؟ تساوي نسبتين أو أكثر وحتة مهمة جدا نسبتين أو أكثر يعني إيه؟ يعني أنا لما أقول أنه ألف على جيم تساوي بيه على ديل أنا عارف يا أولاد كده لما قلت لك إيه؟ 2 في 3 بيساوي كم؟ أو 2 في 6 في 12 اللي هي قد مين؟ قد 3 في 4 لأن في الحالتين بيساوي 4 طيب أنا لو أسمت 2 في 6 على الثلاثة هتديني أربعة صح ولا لأ؟ يعني 2 في 6 بـ 12 على الثلاثة تديني أربعة على واحد ما هي دي نسبة؟ ودي نسبة فالتساوي نسبتين أو أكثر في هذه الحالة بقول عليه إيه؟ تناسب فأنا دلوقتي مدام فهمت معنى كلمة التناسب يبقى أنا عندي فيه خواص لهذه التناسب مهمة جدا أن أنا أعرفها لأنه ده ساعدني كتير في حاجات أوي يعني هيترك مراس هيترك كذا في كذا هيترك كذا في كذا أنا بقى كرجل مثقف ومتعلم أقدر أحل المشاكل دي ببساطة مدام عرفت ماذا يقول أو ماذا تقول القوانين في هذه الحالة فيجي يقول لي إيه؟ يجي يقول لي لما أجأ أقول لك مثلا إذا كان مثلا ألف على بيه تساوي جيم على ديه دول نسبتين متساويتين فهذا هو تناسب طب أنا عندي أنه هذا الكلام كده لو أنا افتكرت حاجة كده زي ما قلت لك الستة على مثلا سبعة بتساوي إيه؟ بتساوي اتناشر على كام ما ضربت دي في اتنين يبقى ضرب دي في اتنين يبقى على اربعتاشر إذا قال لي آه ما هبص ستة على سبعة هي هي اتنين في ستة على اتنين في سبعة طيب خلي بالكو بقى يعني أنا أقدر أضرب الترفين هنا في أي عدد فوق وتحت أي عامل فوق وتحت فتظل النسبة قد بعضها قال لي طيب بص كده على الاتنين دي وبص على الاتنين دي ايه؟ قال لي ده مقدار سابت صح ولا لأ ولا تغير لا سابت فأنا هسميه مين يعني مثلا ميم حيساوي اتنين أي مقدار سابت ثلاثة أربعة خمسة أي أن كان بقى عشان أعمم هذه الفكرة فتبقى الستة على سبعة تساوي ستة بس مضروبة في مين على سبعة بس مضروبة في مين يبقى أنا عندي أما أقولك بقى ستة تساوي ستة في مين والسبعة تساوي سبعة في مين ده بتساوي ايه؟ نسبة بتساوي ايه؟ نسبة لكن مين دي لازم أن تنتمي إلى عدد حقيقي موجب أو خلاف السفر يبقى سالب أو موجب خلاف السفر تعالوا بقى نتحقق من هذا أو نشتغل فيه مساء أنا عندي لو أنا قلتلك أربعة في ثمانين تساوي كام؟ أربعة في ثمانية باتنين وثلاثين اللي هي بتساوي اتنين في ستاشر صح ولا لأ؟ طيب أنا لو أسمت أربعة في ثمانين يعني أنا أسمت ده على ده قال لي خلص يعني أنت أربعة في ثمانين يبقى تقسم ده اللي هنه نحن المقه الثلاتة أتنين في ستاشر يبقى أنا لو أسمت برضو الستاشر قلتم تمانية يبقى لو أسمت تمانية تظل نفس النسبة سابقة الستاشر هي زي ما هي وجدت التمانية هنا وكأن لو دربت الترافين حيساوي الوساطين يعني ده بس ايه عشان انت تفهم 4 في 8 يساوي 2 في 32 فبسميه مقص كده لتقريب الزهن يعني عشان يقرب كده للزهن ان انا 4 في 8 يساوي 2 في 16 هحل بيه مشاكل كتير وحاجات كتير ممكن هنشوفها دلوقتي لكن التسمية مهمة جدا انا قلت اللي فوق 4 على 2 تساوي 16 على 8 الناتج يساوي 2 في الحالتين يعني يساوي مقدار سابت مقدار سابت هو قلت عليه حا ستار كلمة حا ستار يعني الاعداد الحقيقية الموجبة اتحاد الاعداد الحقيقية السالبة او مجموعة الاعداد الحقيقية فرق مجموعة الصفر عشان ابعد عن ذهني فكرة الدربة بصفر فوق وتحت لانه هيصبح صفر على صفر ليس له معنى او بقيمة غير معينة يمكن هنشوفها في يعني دراسات اخرى فيه سنين جاية ان شاء الله فاقدر اقول له انه اقدر اعرف فكرة اتنين اربعة على الاتنين ساوي 16 على تمانية بسميه دول حدود التناسب فاربعة على الاتنين يبقى الاول هو الاربعة والتاني هو الاتنين يساوي 16 على التمانية يبقى 16 هو التالت والتمانية هو الرابع تعالى نفسرها كده ونشوف عشان نسهل حلول اي حاجة بعد كده يعني الاول الاول حد النسبة الاولى اهو ادي مقدم و ادي تالي ده مقدم و ده تالي ده مقدم و ده تالي اعرف بقى الاسماء اهو ده مقدم و ده تالي ده ايضا مقدم و ده هنا تالي تلي بالك فبيقول لي ايه الاربعة دي هو الحد الاول طيب وبعدين والتنين يبقى الحد التاني الحد الثاني هو مين اللي اتنين اللي هو ده يبقى ده اول و ده ايه تاني يبقى ده المقدم و التاني هو ده الاول و ده التاني تعال نشوف هنا الحد التالت هو الستاشر الحد الرابع هو مين التماني يبقى انا عرفت الشكل بتاع الحد الاول الحد الثاني الحد الثالث. طب تيجي نعمل لعبة كده نغيب احد الحدود ونشوف هنقدر نحصل عليه كده ولا لا. تعالوا كده نغيب كده نعمل ايه? هناخد نفس الكلام اهو اربعة على اتنين سوى ستاشرة ثمانية اوعى تنسى ان الكلام ده احنا مصدقينه يعني ومصدقناه اه اه واقع رياضي. ده كلام حقيقة رياضية فاش مشكلة. طيب. وانا سميت الاربعة حد اول اتنين حد تاني ستاشرة حد تالت. اه بتمانية حد رابع. هغيب حد واشوف هعرف اجيبه ولا لا. تعالوا نشوف كده. يقول لي ايه? اربعة و سين وستاشر و تمانية. طيب. قال لي ده ترتيب الحدود اللي انا مدهالك. فيبقى ده الاول وده التاني وده التالت وده الرابع. اوجد قيمة سين. اوجد قيمة سين. حاضر. الفكرة بتاعتي كنت قلت لحد الاول. على حد اهو. ده الاول. ده التاني. ده التالت. ده الرابع. وقال لي كده مرت. تمام. يبقى هقول له اربعة على سين اللي انا مش عارفها. الاول على التاني. يساوي الستاشر على التمانية اللي هما معلومتين. وهستخدم فكرة المقص. اما ضرب ده في ده. ايه المفروض ان يساوي ده في ده. فقال لي خلاص عايز ده. اه. قال لي تضرب ده في ده. على ده. ايه رأيك? يبقى انا هقول له سين هتساوي. هضرب اربعة في تمانية على ستاشر. اربعة في تمانية على ستاشر. انا عايزك تاخد بالك كده ان انا عايز ده. فعملت ايه? عايز ده. دربت ده في ده. واسمته على ده. اهو حالة اسم. يبقى لما عوز ده دف ده على ده. طب عايز ده. يبقى دف ده على ده. طب عايز ده يبقى دف ده على ده. ايه المعلوم? تمام. يبقى حيساوي هنا اربعة في تمانية باثنين وتلاتين على ستاشر يساوي اتنين. قدرت تحصل على الثاني هنا في هذه اله في هذا التناسب اللي كان بالدهولي. ويجي يقول لي بقى الاسئلة من اول دلوقتي حتى تتوافق مع هذا السؤال. بس اه اه هيغيب لي بقى حد. يحط لي لحد التاني. يعني بيقول لي كده. اه اه فكرة كان اه يعني مسال حلو جدا. انا عجبني الكتاب جدا. انا عايز اه افاهمه لك او نشتغل فيه. هو بيقول ايه? بيقول له اه اه اوجد. اه اوجد دي همزة قطع. وصل. فوجد. وصل يا ولاية. ما بحطهوش. اوجد ايه? العدد. اه. الذي اذا اضيف. الذي اذا اضيف. اضيف لي ايه بقى يا سيدي? الى كل من الاعداد. اللي هي ايه بقى? بص كده. تلاتة. خمسة. تمانية. تلاتاشر. اهي. تلاتاشر. فتكون متناسبة. متناسبة خلاص. طبق عليها الترتيب اللي احنا قلنا عليه حد اول حد تاني حد تالت حد رابع. طيب. هو عايز عدد. اذا اضيف لكل من حدود هذه المتناسبة اللي انا هزبتها دلوقتي. اثبت انها تكون صادقة. فاجأة هقوله ايه? من الكلام اللي انت قلته اهد الحل هو. من الكلام اللي انت قلته انا هضيف للتلاتة عدد انا معرفوش. فحقوله نفرض ان العدد. واحد دي مثلا هو مثلا الف. برحتي بقى انا هو هو او 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 اي حاجة. بس هو العدد اللي هيضيف الى حد اه اه او الى هذه الاعداد. فحقوله كده. ده الاول ده التاني ده التالت الى الرابع. هتعاني اكتبهم. تلاتة زائد العدد اللي انت هتعمله. ده هو الف. على خمسة زائد ايضا العدد اللي انت هتعمله. يساوي تمانية زائد الف. على اتناشر زائد الف. الله. كده انا عملت الشكل اللي هو عايز يشتغل فيه. وبعدين قلت له ايه? تصدق حكاية ايه بقى? ان انا عملت خواص هنا. قلت بتصدق حكاية الترفين. حاصل ضرب الترفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. اما اجي اضرب الترفين. وآآآ دول يساوي حاصل ضرب الترفين. فانا هاخد تلاتة. اهو زائد الف يساوي اتناشر. زائد اتناشر او في اتناشر. آآ زائد الف. هضرب داف ده وداف ده. طبعا بنفس الطريقة. تعالوا كده نشوف آآ لون محترم كده نحلي بيه. فحقوله اذا تلاتة احنا قلنا ايه? تلاتة زائد? يبقى تلاتة زائد الف. ده هضربه في اتناشر. ها? زائد الف. يساوي خمسة زائد الف. في ها? تمانية زائد الف. يبقى انا هفق ده بطريق الدرب بمجرد النظر. وهفق ده بدرب مجرد النظر. وبينهم حكاية يساوي بقى. فحلاقي في الطرف التاني. اهو. نطلحها بقى كده. عشان نستكمل المسألة بخطوات كويسة. نعايز نشوف كده تمام. تمام زي الفل. فحقوله يبقى انا عندي اربعة. احنا وصلنا. هضرب خمسة في تمانية باربعين. او الطرف ده. تلاتة في اتناشر بستة وتلاتين. يبقى انا عندي ستة وتلاتين. تلاتة في اتناشر بستة وتلاتين. ويبقى الاول في الاول. وبعدين التاني في التاني. يبقى انا عندي آآ آآ الف تربيع. يبقى زائد. الف. تربيع. دربت الاول في الاول. التاني في التاني. حاصل ضرب الطرفين تلاتة ألف والوساطين يتنشر ألف يبقى زائد خمستاشر ألف كلام جميل ده اللي هو الجزء ده تعالى التاني الاول في الاول يبقى أربعين زائد التاني في التاني يبقى ألف تربيع يعني ألف في ألف في ألف وقصت اثنين هو عتيج على دين أدي أichtsطين هي أدي خمسة في تمانية واربعين ألف في ألف وقصت اثنين وبعن هضرب الطرفين خمسة ألف والوساطين تمانية ألف يبقى النتيج تلتشير ألف أصبح أنا دلوقتي عندي انه هذه الحدود او هذا المقدار يساوي هذا المقدار هتعامل معي طبعا على انهم طرفين فانا حاجة اقول له هقول له اننا بحسف الالف قصة اثنين من الطرفين يعني هضيف المعكوس الجمعي لالف قصة اثنين بسالب الف قصة اثنين هنا وسالب الف قصة اثنين هنا فالف قصة اثنين هتروح مع الف قصة اثنين في مشكلة تمين هضيف المعكوس الجمعي لتلاتة الف هو سالب تلاتة الف فهنشيل تلاتة الف من هنا فهيتبقى لي هنا 12 ألف ده كلام جميل أربعين هنا كام 36 لكن هنا كام أربعين طب تعالى نضيف المعكوس الجامع 36 هنا والمعكوس الجامع 36 هنا فهيديني أربعة أصبح هنا أصبحت معادلة من الدرجة الأولى في مجهول واحد معادلة من الدرجة الأولى في مجهول واحد يسل إيجاد قيمة ألف اللي هو العدد اللي أنت عايز تعالى بقى كده لو أنا قلت له ألف يبقى أنا عندي ألف هتساوي 12 على الأربعة أو 4 على 12 يبقى أنا عندي 1 على 3 قيمة العدد اللي هو عايزه طبعا أنا ممكن أعكس بقى ويبقى العدد 3 يعني يبقى مقلوبه أو المعكوس بتاعه للطرفين أيا كان أنا هضرف فيه الطرفين فوق وتحت أبنائي وبناتي إحنا بنتكلم عن التناسب فيه بقى بعد كده بيكلمني على أنواع أخرى أو فكرة أخرى إنه يجي يقول لي إيه هات بقى الرابع المتناسب هات الخامس المتناسب عندي بقى مجموعة أمثلة جميلة جدا في الكتاب يمكن بيقول لي هنا فيه بيقول لي فيه كميات متناسبة احنا تكلمنا عن أعداد وقتاعه وضفنا عدد فوق وعدد من تحت وإحنا قلنا التناسب هو مقارنة بين كمياتين من نفس النوع فيقول لي فيه كميات متناسبة يعني موجودين فيقول لي 3 ألف نقص 2 جيم 4 ألف زي 3 جيم وهكذا فأنا عايز بقى أخلص من هذه الكمية بس المهم أنه يبقى عند الشرط أنه يقول لي إيه أنها متناسبة يعني ده في المعطى لازم يكون موجود معيك أن يقول لي أن ده إيه متناسبة طيب تعالي نشوف كده هو بيقول لي مثلا إذا كانت أنا حكتب لك السؤال هو القضية مش نفس السؤال لأنه هو ده مثال لكن أنا عايزين نفكي ده إذا كانت ألف وبه وجيم وده دول بقى إيه كميات متناسبة وده المعطى اللي أنا عشان أطبق عليه الخواص اللي احنا أخدناه لازم الجملة دي إنهم يكونوا كميات متناسبة مش أي كميات لا ده هما فيه تناسب طيب فبيقول لي فيه كميات متناسبة فاثبت أن خلي بالك بقى دخلنا فاثبت أن إيه بقى الشكل اللي هو عايزه بيقول لي تلاتة ألف ناقص اتنين جيل على خمسة ألف زائد تلاتة جيل بيساوي تلاتة به ناقص تلاتة دال على خمسة به زائد تلاتة دال أنا تعمدت طبعا أكتب الدال بتاعتي زي ما الكتاب كتبها لكن إحنا إشارة كده أحيانا بنكتب الدال في الرياضيات كده زي الهمزة فعشان ما تستغربش كده من الشكل لكن إحنا خدنا نفس الرمز اللي موجود عشان ما تبقاش تتلقبط لكن أنا بقى دلوقتي عايز أستخدم الخواص في إن أنا أثبت أن الطرف ده قد الطرف ده طيب قال لي هنا فيه متغيرات كتير عندي ألف وعندي جيل وعندي به وعندي ديل طيب وبعدين قال لي ما هونت خلي بالك أنت ممكن تقسم هنا على ألف فوق وتحت يبقى أنت تقسم هنا وهنا برضو على ألف وهنا على ألف اللي أنت تعمله هنا لازم تعمله هنا لكن هو أنت مش خدت أنه لما يكون بصوا كده ألف وبه وجيم ودال كده كميات متناسبة تقوله بما أن ألف وبه وجيم ودال كميات متناسبة إذن الأول على التاني بيساوي التالي تعالى الرعب نفس الكميات اللي احنا قلنا عليه فيبقى عندي ألف على به بيساوي الجيم على ديل مش هنأتفقنا على كده صح؟ لما لاقي دول كميات متناسبة يبقى هستخدم الشكل ده دايماً بيطلع مقدار ثابت زي المسألة تلعت اتنين لما أسمت ستاشر أو اتنين وتلاتين على ستاشر تلعت اتنين فدايماً بيطلع مقدار ثابت فيبقى ألف على به بيساوي مقدار ثابت وأيضاً جيم على دال بيساوي مقدار ثابت يعني بصوا كده مش هكتبها لكن مش هكتبها دايماً لكن المراضي هكتبها عشان أصل المعلومة عندك يعني إيه؟ يعني لما أقولك ألف على به بتساوي مين؟ صح كده؟ ألف على به بتساوي مين؟ مهمين دي كأنها على واحد صح ولا إيه؟ يعني ألف في واحد بألف يعني إذن ألف في واحد بألف بيساوي مين في به بمين به؟ إيه رأيت في الحتة دي؟ طب أنا عملتي ده إيه؟ قال لي أنا خليت ألف بدل ما هي ألف ده باقت عبارة عن عدد مضروب في به فحولت فكرة ألف دي إلى به فبقى أقدر دلوقتي إن أنا أخلص من كلمة ألف أو هذا الرمز بعد كده يعني أنا محصل على كلمة به أبقى أقدر أجيبها عن ألف طبعاً مش كل مرة هكتب كده لكن أبقى عارف إن ألف بيساوي به ميم وجيم بتساوي دال ميم بنفس الطريقة هو إنه جيم هتساوي دال ميم بنفس الطريقة طيب تعالوا بقى إن حط هذه الفكرة وأنا هشيل كل جيم هنا وحط دال ميم وكل ألف وحط ميم به كل ألف هحط ميم به وكل جيم هتبقى دال ميم فحوصل لحاجة إيه؟ إن كلمة دال هنا خلاص بقى هنا فيها دال وبه وهنا بقى فيها دال وبه فأنا نزلت عدد المجاهيل من أربعة اللي هو ألف وبه وجيم ودال إلى اتنين بس فهقدر أشتغل فيها وأقدر أجيب أو نسبة بينهم بين بعض تعال نشوف لو أنا أعطت كده دي مكان دي فهقول له أنا أخلي كل حاجة قدامك هكتب تلاتة ألف اللي هو الدهالي تلاتة ألف ناقص اتنين جيم على خمسة ألف زائد تلاتة جيم كلام جميل بيساوي ده بيقول لزبت كده تلاتة به ناقص تلاتة دال على خمسة به زائد تلاتة دال صح يا ولاد؟ أهو صح؟ طيب أنا قلت اللي أنا هستخدمه دلوقتي إن ألف هتساوي مين في به وهقول النجيم هتساوي دال في مين أو مين في دال أهو دول الحتتين اللي أنا هستعيد عنهم دلوقتي وكتبهم يلا بقى نشيل كل حاجة ونحط القيام بتاعتها تعالا شيل ألي أدي التلاتة أهو أنا عاوض هنا إذن عام نشارك تلكسر تلاتة أهي زي الفل وكلمة ألف هشيلها وحط مكانها إيه مين به بقى أكتب هنا مين به ناقص اتنين جيم هي الجيم بإيه؟ بمين ديل أدي الاتنين هي وهنا مين ديل هكتب مين ديل إيه رأيك؟ يبقى أنا شيلت كلمة ألف وشيلت جيم واستعطت عنها بيه ثابت في به وديل زي ما احنا شغالين هاو طيب تعالا بقى ناخد ألف خمسة في يهو في هو ممكن ما حطاش طيب بيبقى هنا في عندي ألف بتساوي مين في به زائد تلاتة جيم اللي هي مين في ديل إيه رأيك؟ ده الطرف ده طيب أنا في الطرف التاني هخليها زي ما هي تلاتة به ناقص تلاتة ديل وخمسة به زائد تلاتة ديل اهو طيب تعالا في الطرف ده بقى أخد عامل مشترك اللي هو مين اللي هو المين صح؟ اهو هدي الألف اهو مين بيه هاخد مين مع عامل مشترك هيتبقى لي ايه؟ تلاتة به اهو خدت المين مع عامل مشترك برا هي ناقص ايه؟ اتنين ديل يا سلام يا سلام بص كده اتنين ديل ايه دي اتنين اتنين ديل صح كده؟ تمين على خمسة هاخد مين مع عامل مشترك اهو هدي مين مع عامل مشترك يتبقى لي خمسة به زائد تلاتة ديل ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ملاحظين حاجة؟ مش ملاحظين ان ده انا عندي مين فوق ومين تحته وده مضروب اهو مش كده؟ يبقى بالقسم على مين للطرفين مهما مين دي اهو ينتمي الى هاي ستار صح ولا لا؟ يعني ممكن نقسم عليها فقسم هنا وقسم هنا اذا الناتج هيساوي تلاتة به نقص اتنين ديل على خمسة به زائد تلاتة ديل اللي هو مين؟ اللي هو الطرف ده ايه ده؟ انا وصلت من الطرف ده الى الطرف ده فهقول له هو المطلوب اثباته واتمنى بقى ان احنا نستخدم هذي القاعدة او هذي الخاصية في اتمرر عليها كثير لان هي المشكلة كلها انك تمشي خطوة خطوة تشيل الف تعوض قيمتها تشيل بيت تعوض قيمتها هتلاقي الناتج على طول ابناي وبناتي الوقت بيجد في سرعة معاكم لكن انتظروني ان شاء الله على امل لقاء في حلقة قادمة كان معكم عادل عبد الموجود فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته